اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد مرحبا بكم اعزائي الطلبة في لقائنا المتجدد ونتحدث اليوم عن شبهات حول موقف الاسلام من المرأة لقد اثار بعض اعداء الاسلام والمشككين فيه بعض الشبهات حول موقف الاسلام من المرأة والحقيقة ان ما ساعد هؤلاء المشككين والطاعنين في الاسلام في اثارة مثل هذه الشبهات امران الامر الاول هو بعض العادات والتقاليد التي يمارسها المسلمون في واقعهم في هذا الزمان وفي غيره مما اساء في بعض هذه العادات والتقاليد الى المرأة فالصقت مثل هذه العادات والتقاليد بالاسلام فكانت يعني مدخلا لأعداء الاسلام لكي يشككوا في موقف الاسلام من المرأة كذلك امر اخر يعني كان مدخلا لهم للتشكيك في موقف الاسلام من المرأة وان الاسلام يظلم المرأة كما يزعمون وهذا بطبيعة الحال كله كذب وافتراء هو وجود بعض الاحكام في الاسلام من لا يتعمق في مثل هذه الاحكام يظن ان الاسلام ربما ظلم فيها المرأة وانصف فيها الرجل على حساب المرأة مثل موضوع القوامة وموضوع المراث وموضوع الشهادة دعونا نرد على مثل هذه الشبهات وهذه المزاعم الباطلة نرد عليها بردين الرد الاول رد اجمالي والرد الثاني رد تفصيلي اما الرد الاجمالي فنرد به على هذه الشبهات في الجملة ثم نأتي الى الردود التفصيلي على كل شبهة على حدة فنقول بالله التوفيق ان مثل هذه الاحكام التي ذكرناها موضوع القوامة والمراث والشهادة التي اعتبر فيها المشككين والطائنين في الاسلام انها نماذج لتمييز الرجل على المرأة في الاسلام وظلم المرأة في هذه الجوانب الثلاثة تحديدا نقول ان مثل هذه الاحكام انما هي استثناءات معدودة من اصل القاعدة العامة الالا وهي المساواة بين الرجل والمرأة في جملة التكاليف والواجبات والحقوق فنحن نؤكد هنا انها استثناءات معدودة من القاعدة العامة الا ان بعض الطائنين في الاسلام وبعض المسلمين مع الاسف المتساوكين معهم يبالغون فيصورون هذه الاستثناءات انها هي الاصل وهذا طبعا شيء خاطئ الامر الثاني والرد الثاني عليهم ان هذه الاستثناءات اكتضتها بعض الاختلافات الخلقية والوظيفية والفسيولوجية والعاطفية هذه الفروقات الموجودة بين الرجل والمرأة فاكتضت هذه الفروقات ان يكون هناك استثناءات في مثل او في بعض الاحكام المتعلقة بالرجل وبعض الاحكام المتعلقة بالمرأة فهذه الفروق بين الرجال والنساء هذه الفروق الوظيفية والخلقية والنفسية كما ذكرنا هي فروق واختلافات تنوع وتكامل لا اختلافات تنافر وتنازع وتمييز ولذلك يكمل كل من الرجل المرأة وإلا لما كان هناك معنى لخلق الله عز وجل الناس من ذكر وأنثى فلو ساوى الاسلام بين الرجل والمرأة فيما يكتضي الاختلاف بسبب اختلاف طبيعة الرجل عن طبيعة المرأة لكانت هذه المساواة فيها ظلم لكل منهما وهي تشبه من يدعو الى المساواة بين شاب وطفل في مقدار ما يحملانه من وزن مثلا فهذه المساواة فيها ظلم لهذا الطفل او من يدعو الى المساواة بين شاب وطفل في مقدار الطعام الذي يأكلانه فمثل هذه المساواة فيها ظلم للشاب كذلك الرجل قد يكون باعمال شاقة مثل ان يعمل مثلا ميكانيكيا او يكون عاملا في محجر او في منجم او سائقا لشاحنة او غيرها من الاعمال والاشغال الشاقة فهل تناسب مثل هذه الاعمال المرأة وانوثتها وهل يقبل الذين يدعون الى مساواة الرجل بالمرأة ان تعمل المرأة مثل هذه الاعمال علما بان الدراسات العلمية اثبتت ان ممارسة المرأة لمثل هذه الاعمال الشاقة والقاسية لا تناسب انوثتها بل تؤثر سلبا على طبيعتها الفسيولوجية والنفسية والوظيفية في الحياة كذلك من الردود على هؤلاء ان مثل هذه الاستثناءات قد روعي فيها التكامل والتقابل والتوازن بين الرجل والمرأة فما من واجب على المرأة الا ويقابله واجب على الرجل وما من تفضيل له عليها في شيء الا ويقابله في نفس الوقت تفضيل لها عليه في شيء اخر وانما يعني ينشأ هذا الخلط والتلبيس عند بعض الناس في تلك الاستثناءات في تضخيمهم لحق الرجل على المرأة لانه كما يقال لسيما في بلاد الشرق عند العرب والمسلمين تحديدا ان مجتمعاتهم مجتمعات ذكورية فيضخمون حق الرجل على المرأة ويغفلون ما يقابله من حق للمرأة على الرجل فمثلا نجد ان الاسلام قد اسند القوامة الى الرجل ولكنه اوجب عليه في مقابل هذه القوامة النفقة والقيام بشؤون البيت واعبائه المالية كذلك اوجب الاسلام على المرأة ان تكون بامور البيت الداخلية من رعاية وعناية وتربية ولكنه ايضا اوجب على الرجل في مقابل ذلك ان يقوم بامور البيت الخارجية كما ذكرنا وكل ذلك مصداقا لقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف كذلك نقول يا كرام ان امثال هؤلاء الطاعنين في الاسلام والمشككين فيه يغضون الطرف عن استثناءات مقابلة ميز بها الاسلام المرأة على الرجل مثل موضوع البر فقد اوجب الاسلام للمرأة وللأم تحديدا من البر على اولادها ما لم يجبه للرجل كما جاء في الحديث الصحيح امك ثم امك ثم امك ثلاث مرات وفي الرابعة قال ثم ابوك كذلك المرأة معفاة من كثير من الواجبات التي اوجبها الاسلام على الرجل وهي واجبات ثقيلة مثل الكتال والجهاد في سبيل الله وحضور الجمعة والصلاة والصيام في فترات معينة تكون المرأة فيها معذورة فترة الحيض وفترة النفاس كل هذه الامور تعتبر امتيازات واستثناءات للمرأة فلماذا لم يذكرها هؤلاء الطاعنين في الاسلام مقابل بعض الاستثناءات التي اعطاها الاسلام للرجل كذلك ان هؤلاء الطاعنين ينسون حال المرأة عندهم ونظرتهم اليها فعلى الرغم من تحسن وضع المرأة في الحضارة الغربية عما كانت عليه عند الامم القديمة الا ان المرأة لا تزال تعاني من بعض صور الامتهان فلا يزال ينظر اليها لا بوصفها انها انسان مكرم بل بوصفها جسدا يؤرى ويكشف ولا تزال تستغل انوثتها وجمالها للتجارة والاعلانات الرخيصة واللهو في سوق النخاسة والعبودية وكذلك يعني المرأة في الغرب انما تستخدم لبذل جسدها للدعاية والمتعة والفجور والعياذ بالله اما الردود التفصيلية على هذه الشبهات فنأخذ كل مسألة على حدة نرد على ما اثير حولها من الشبهات فنبدأ بموضوع القوامة يقول الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم يظن بعض الناس ان القوامة تعني الفوقية والتعالي وهذا المفهوم مفهوم خاطئ غير صحيح لان القوامة يا كرام في الحقيقة هي القيام بشؤون الزوجة والاسرة من حيث النفقة ومماجهة الاحتياجات والمشكلات والاعباء المالية وبذلك نجد ان هذا المفهوم اي مفهوم القوامة اقرب الى الخدمة منه الى السيادة والى التكليف منه الى التشريف وهو عبء وليس مكرمة وقد القى الاسلام على الرجل هذا العبء دون المرأة لان الرجل اقدر على مواجهة مشكلات الاسرة واحتياجاتها فهو الذي يعمل وهو الذي يوكل اليه مواجهة المجتمع في حين ان المرأة اقدر على الحضانة والتربية للاطفال داخل البيت لانها اوفر في العاطفة والحنان واكثر استعدادا للقيام بمثل هذه الوظائف وهكذا يتحقق العدل من خلال تلك المقابلة بين الحقوق والواجبات فالرجال مفضلون على النساء في القدرة على معالجة المشكلات والتحديات الخارجية بينما النساء مفضلات على الرجال في القدرة على التعامل مع الاولاد وتربيتهم ومتابعتهم داخل البيت ولذلك نجد ان الاية الكريمة قد عللت القوامة وتفضيل الرجال على النساء في نواحي والنساء على الرجال في نواحي اخرى وبان عمل الرجل هو خارج البيت فناسب ان يوكل اليه معالجات المشكلات الخارجية اما موضوع المراث والذي اثير ايضا حوله بعض الشبهات وان المرأة مظلومة في الاسلام لانها لا تأخذ من المراث كما يأخذ الرجل وتحديدا في حالة من حالات المراث الواردة في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فلابد هنا اولا من التنبيه الى عدة امور في اثناء حديثنا عن هذه الاية الكريمة الامر الاول ان الاسلام قرر للمرأة حقها في المراث في الوقت الذي كانت المرأة محرومة من المراث طوال العصور السابقة فاذا كان الاسلام يعطيها النصف فان غيره كان يهضمها كامل حقها في المراث فلا يعطيها شيء كذلك ان القاعدة التي في الاية الكريمة ان للذكر مثل حظ الانثيين خاصة بكون الورثة اولادا اخوة ذكورا واناثا كما يشير ذلك صدر الاية الكريمة المذكورة واما في غير هذه الحالة فانه في بعض الاحيان قد يفوق نصيب المرأة من المراث نصيب الرجل كذلك السبب في ان الاسلام جعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل في الحالة التي ذكرناها ان هذا الولد وهذا الابن سيقبل على الزواج في المستقبل وما يأخذه من مراث زيادة على البنت سيعيده لها اي لزوجته حين يلتزم بمهرها ونفقتها وبناء بيت جديد واسرة جديدة وفي المقابل لن تلتزم البنت بشيء من ذلك بل يبقى نصيبها الذي ورثته معفى من اي التزام مالي ويأتي عليه ايضا زيادة من النفقة سواء من اخيها او ابيها او زوجها الملزمين جميعا بنفقتها وبطبيعة الحال يا كرام هذا هو العدل ان يكون الغنم بمقدار الغرم وهذا مثال على المقابلة العادلة بين الحقوق وليس المساواة التامة الظالمة فمن يطالب بالمساواة المرأة بالرجل في الميراث عليه ان يطالب بمساواة المرأة بالرجل في العباء والتكاليف الايمانية والحقيقة عفوا بالعباء والتكاليف المالية والحقيقة انه لو لا ايماننا بعدل الاسلام لكان الاولى ان يقال ان الاسلام انصف المرأة اكثر مما انصف الرجل لان اي احد لو خير فإنه سيختار نصيبا خاليا من أي التزام على أن يأخذ نصيبين مثقلين بالتزامات وأعباء مالية كثيرة نكتفي أعزائي الطلبة من هذا القدر ونكمل إن شاء الله في محاضرة قادمة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين